لأنك الله لا خوف ولا وجل ولا يأس ولا قنوط ولا ملل لأنك الله رب نستعين بك لأنك الله حياتنا كلها آمان لأنك الله لك الشكر الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضل على كثير من من خلق تفضيلة الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا ومن كل بلاء حسن أبلانا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنعم علينا بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه من واله ما ترك خيرا صلى الله عليه وسلم إلا دلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم عليه في الآخرين وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين مرحبا بكم أحبة الكرام مع لقاء جديد برنامجنا مع الله مع الله نعيش مع الله تبارك وتعالى الذي نرى رحمته في كل شيء أما موضوعنا أن نرى رحمة الله جل وعلا والله أرحم بنا من أمهاتنا وأنت تقرأ في المصحف تمر على صورة الكهف وتقرأ في صورة الكهف عن أصحاب الكهف وكيف أن الله تعالى رحمهم حفظهم حرسهم ووضع لهم جندي من جنوده اسمها الرعب يحرصهم في ذلك المكان أصحاب الكهف هربوا من الكفار والمعارضين والمجرمين وبحثوا لهم عن مكان لجأوا إليه وأي واحد دائما أحيانا إذا تعرض لأمر ما من أمحاق الدنيا أولا لمضايقة أكيد لا بد أن يلجأ إلى مكان يعوي إليه لأمن فيه على نفسه وماله وأهله وهؤلاء هربوا من الطغيان والظلم وكم في بلاد المسلمين اليوم من ظلم من طغيان لا يعلمه إلا الله هربوا ولجأوا إلى كهف مظلم بارد موحش لكن الله تعالى من رحمته تبارك وتعالى أن جعل لهم هذا المكان يعني راحه وأمان استشعروا فيه معية الله أن الله تعالى معهم وأن الله تعالى وليهم وأن الله تعالى حافظهم وأن الله تعالى حارس لهم فرقا على واحد سبحانه وتعالى أو إلى ذلك المكان لكن كيف تكون العيش هناك صعبة جدا قنت قتل سأتقول هؤلاء الناس جلسوا أكثر من ثلاثمائة سنة داخل هذا الكهف من ساق لهم الماء والغذاء والهواء إنه الله الذي ساق للإنسان هو جنين في بطن أمه في عالم الغيب وساق له الهواء والغذاء والطعام وحتى جعله بشرا سويا وقال الله جل وعلا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأويل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته كم ترى من آثار رحمة الله جل وعلا هذا آثار من آثار رحمة الله يوم أن كانوا هؤلاء في كهفهم مع الله يوم كانوا مع الله جعل الله الكهف للمظلم مضيء وفسيح كم يهرب كثير من الناس كما ذكرنا سابقا من الظلم إلى مكان ما كانوا يتمنوا أن يصلوا ولا يعني يأتوا إليه وجعل الله ذلك المكان الذي فروا إليه ولجأوا إليه مكانا فسيحا آمنا يوم كانوا مع الله جعلهم الله تعالى لا يحتاجون إليه إلى طعاما ولا إليه إلى شراب أكثر من ثلاثمائة سنة كانوا في حفظ من في رعاية من كانوا في حفظ الله في رعاية الله تبارك وتعالى الله جل وعلا إذا اختصك برحمته فقد كفاك كل هموم الدنيا الله إذا رحمنا وإحنا نشوف آثر رحمة الله في الدنيا كلها الهواء والمطر والرياح والسحاب وغيرها من رحمات الله جل وعلا الموجودة على الدنيا كلها هذا يجعلنا أيضا نرتبط بربنا جل وعلا أكثر فأكثر أذكر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأم وفي السبيل تحتظن ولدها بكل قوة جمع الصحابة كلهم وقال لهم أتظن أن هذه ملقية ولدها في النار أو طالحة ولدها في النار قالوا لا قال لله أرحم بكم من أمهاتكم فالله جل وعلا ينشر رحمته على عباده ونرى آثر رحمة الله تعالى موجودة في الدنيا كلها وهذا آثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى ويوم أن كانوا مع الله جعل الله تعالى أصحاب الكهف هؤلاء جعل الله تعالى قصتهم بيانا يتلى يقرأ عند المسلمين وهم يقرأونها في المصحف يقرأونها كل أسبوع بيانا يتلى إلى يوم القيامة قد تعمل عمل وتلجأ إلى الله تعالى وترى آثره ولو حتى بعد حين ويحفظك الله جل وعلا واجعل هذا آثر إلى قيام الساعة وهذا أيضا هؤلاء أصحاب الكهف أو إلى ذلك الكهف وخافوا لكنهم يعني كانوا متعلقين بربهم سبحانه وتعالى كانت علاقتهم مع الله جل وعلا أقوى مما نتوقع كان حبهم وثقتهم أن الله تعالى سيكون معهم حافظ سيكون معهم مؤيد سيكون معهم ناصر جل وعلا فحافظهم الله تعالى طيلة هذه السنين كون لها مع مرور الزمان مع مرور السن كون لها أيضا لكنهم كانوا مع الله تبارك وتعالى لأنهم كانوا مربوطين بالسماء مباشر لأن علاقة العبد مع الله علاقة عبودية أصلا علاقة إله يأمر وعبد يطيع فقط فكيف علاقتنا مع الله؟ ونحن آثار رحمة الله تبارك وتعالى بين أيدينا ظاهرة يوم تكن مع الله يقضف الله جل وعلا في قلب حتى في قلب الوالدين رحمة يكون شفيق على أولاده شفيق على بناته وهذا أثر من آثار رحمة الله جل وعلا الذي موجد بين الناس كلهم ترى أثر رحمة الله جل وعلا ظاهرة وأنت ترى الأب مع أبنائه صابر يصبر على أبنائه ويصبر على بناته يصبر على أهله يصبر على زملائه يصبر على إخوانه وكلها أثار من أثار رحمة الله جل وعلا أن الله تعالى يرحمهم ترى طفلك أو ابنك ما يمكن يهونش عليك كان عندنا يقول مثل في السابق ما يهونش عليك ولدك ولو كان مجنون وبالفعل يتحن قلبك عليه تسأل عليه دائما تتابع أخباره دائما حتى لو كان يعني شارد لكن يظل القلب معلق ويدعي الله تعالى من كل قلب فكثير من الأباء حيانا إلا من رحمه الله كثير من الأباء قد يختلف معه منه من حق الدنيا قد يختلف ويحصل الخلافة حيانا ثم يرفع كفة الضرعة إلى السماء ويدعو على أولاده ويدعو على بناته ويدعو على أهله عوضا أن يدعو لهم اللهم أهديهم اللهم سددهم اللهم ثبتهم اللهم أكرمهم اللهم أعينهم اللهم يسلهم بطانة صالحة تعيدهم إلى الحق ولا تحاول أن تعين الشيطان عليهم ولا أن تدعو لهم وهي أصلا هي رحمة مطروحة في قلب الأب في قلب الأم تعطف على أولادها رغم معاناتها منهم رغم مضايقتها منهم لكنها تحن وهذا أثر من آثر رحمة الله تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم فكم كل يوم في كل شؤون حياتنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا حياتنا بسم الله الرحمن الرحيم وذكرنا اسم الرحمن وذكرنا اسم الرحيم تأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتذكر الرحمن الرحيم فالله يرحمنا ونشوف آثر رحمة الله تعالى بيننا حاضرة موجودة مشاهدة ملموسة فكيف بمن علق أمله بالله إذا كنت مع الله يرحمك الله جل وعلا حتى عند موتك يلطف الله تعالى بك حتى عند الموت فيهيئ الله له ميتة سوية ميتة حسنة مثل ما قال إمام محمد بن واسع اللهم أني أسألك ميتة سوية حسنة قال وما هي الميتة السوية الحسنة قال أني توفاني ربي وأنا ساجد وبالفعل حقق الله له هذا المراد وهو توفى الله تعالى وهو ساجد أنت ترى رحمة الله أنت الله تعالى يرحمك حتى عند موتك فتصور أنت لو أنه لو جعل الله الموت راحة للأحياء وراحة للأموات وهذا من آثار رحمة الله جل وعلا لنقل وهو الذي نزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرحمنا برحمته وأن يشملنا بعافه إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته لأنك الله لا خوف ولا وجل ولا يأس ولا قنط ولا ملل لأنك الله رب نستعين بك لأنك الله حياتنا كلها آمان لأنك الله لك الشكر الله يا الله يا الله